تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية النرويج أنيكن هوتفيلت وذكرت وزارة الخارجية في بهان أن الاتصال تناول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الخاصة بالأوضاع في السودان والقضية الفلسطينية وأكد شكري خلال الاتصال تطلع مصر والنرويج لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات من جانبها شادت وزيرة الخارجية النرويجية بالمبادرة المصرية بعقد قمة دول جوار السودان معاربة عن تطلعها لأن تسهم جهود دول جوار السودان في حل حالة الأزمة السودانية ووقف الحرب الدائرة